نظم مكتب المنصق الحكومي لحقوق الإنسان بالتنصيق مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام زيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل لجويد نساء بمشاركة ممثلي هيئات دولية ودبلوماسية ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام واطلع الوفد على الخدمات الصحية والغذائية والدوائية والتعليمية والقانونية التي يوفرها المركز للنزيلات واستمعوا إلى عدد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية والأنشيد الجماعية وكلمة للنزيلات بالإضافة إلى تكريم المشاركات بالملطقة والجهات الداعمة وثمن المنصق الحكومي باسل الطروني في كلمة له الدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والذي يظهر جليا من خلال التقدم الكبير في نوعية المعاملة التي يتم تقديمها للنزلاء لا شك أنه اليوم سعداء جميعا بما شفنا وما استمعنا أيضا من برامج هادفة تهدف إلى تأكيد الرعاية اللاحقة للنزلات حتى يعودوا إلى مجتمعاتهم بعد أن يفرج عليهم رب العزة أن يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم بالتأكيد هذا ما تقوم به الدولة الأردنية ومؤسسات الدولة الأردنية بهذا الأمر ونحن هنا نمتثل حقيقة لمنهجية الحكم المتمثلة بالإرادة السياسية الأردنية التي حثت الحكومات وحثت المجتمعات والسلطات على ضرورة إلى منظومة حقوق الإنسان الأهمية الكاملة والنزلات والنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم أيضا من أبناء الوطن نعتز بهم ونعتز أيضا بإدماجهم في المجتمع حينما يغادروا هذه المؤسسات العقابية فاعلين ومنتجين متدربين ومتسلحين بالعلم والثقافة وبالتأكيد هذا ما يسهل أمور الدولة الأردنية